إلى 100 مليون مصري استنوا أخبار مهمة بخصوص الكهرباء والطاقة الإسبوع الجاي رئيس الوزراء كشف مفاجآت جديدة هتحصل في مصر بعد بيع منجم السكال هل راحت علينا كده؟ والدهب والأرباح كلها للأجانب؟ طيب إيه اللي ممكن يحصل الإسبوع الجاي؟ وهل في زيادة جديدة ولا إيه الحكاية؟ خليك معنا وعرف رسالة مدبولي للمصريين دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عامل اجتماع مع الحكومة بعد ساعات من صفقة المنجم السكري كشف فيها عن مفاجآت كتير بخصوص الصفقة اللي تمت وموقف مصر بعد البيع وقال مفاجآت كتير عن الاقتصاد الفترة اللي جاية لكن يا طارى مدبولي قال إيه؟ شوف يا سيدي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن في عقد خاص بمنجم السكري مع الشركة الأسترالية يعني سواء المنجم اتباع ولا لأ وحسط مصر زي ما هي ودي حاجة مش عليها نقاش ولا جدال ولو حصل وشركتين اندمجوا حسط مصر ممكن تزيد يعني الشارقة دي هتكون خير كبير لمصر مدبولي تكلم عن حاجات كتير قوي في المؤتمر ده مش بس المنجم السكري زي حزمة التسهيلات الضريبية وقال إن أي إقرار ضريبي هيتقدم من الممول هيتم تفسيته وهنوحد المعاملة بين بعضها وحالياً في مناقشات مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع تصدير وبخصوص موضوع الكهرباء واحتمالية ربوع خط التخفيف الأحمال مدبولي قال إن فيه أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء بس هنعلن عنها الإسبوع الجاي عموماً نتكلم عن المؤشرات الدلواتي بالنسبة للاقتصاد المصري وقال أنا بطمنكم إن الاقتصاد المصري قادر على الصمود ونهاية سنة 2025 هيكون التضخم أقل من 10% وده معناه إن الأسعار هترخص ده غير إن البنك المركزي أعلن عن زيادة الاحتياط الأجنبي كل دي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلت الاقتصاد قوي وقادر على تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن وبيأكد إن مصر في المصاري الصحيح كل ده عزز قوة مصر في العلاقات الخارجية بدليل إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا متوازن 50% مصر و50% تركيا بس زيارة رئيس تركيا لمصر الأيام اللي فاتت عززت العلاقات أكتر وأكتر ومدبولي قال إن هيكون لها أثر إيجابي في توطيط التعاون في مختلف المجالات خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري بالإضافة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وقال إن تم توقيع مذكرتين تفاهم خاصين بإنشاء مناطق صناعية تركية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر وقال إحنا حارسين على دعم قطاع الصناعة علشان يكون الرائد في عملية التنمية خلال الفترة القادمة وقال إن المناطق دي هتخلق فرص عمل كبيرة وهتكون جزء من زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة ده غير إننا وقعنا 6 عقود بإجمالي 1 و 1 من 10 مليار دولار بالإضافة للتفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين لعمل مصانع جديدة التعاقدات والرغبة القوية في الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر بتعكس نجاح توجه الدولة وإجراءات الحكومة لتهيئة مناخ جزاب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيأكد ثقة المستثمرين الأجانب فأهمية السوق المصري كسوق واعد في فرص استثمارية كبيرة ودلوات يقول لنقرأيك في تصرحات رئيس الوزراء الأخيرة